مرحبا معكم مهدي واليوم انا قمت بشراء ساعة الجي جي واتش ار هاي الساعة الها مواصفات رائعة يعني وقيمت بين افضل الساعات اللي موجودة في السوق بالوقت الحالي يعني من مواصفاتها قبل ما نكون بعملية فتح الصندوق تبعها انه تمتاز انها عندها شاشة دائرية بمقاس 1.3 انش بالتقنية البي اوليد وبدرجة وضوح تصل لغاية 320 في 320 وبكثافة بيكسلات 246 بيكسل لكل انش بالنسبة للمعالج هو 400 من نوعية Qualcomm Snapdragon 400 رباع نواة طبعا بسرعة 1.2 جيجا هرس وبذاكرة عشوائية لرام بمقدار 512 ميجا بيت وبالساعة داخلية الحجم الميموري اللي داخلها هي 4 جيجا البطارية اجت بساعة 410 ميلي امبير واللي هي كافي انه تخلي الساعة شغالي لمدة تقرب 3 ايام في افضل الظروف طبعا بالنسبة لمقاس الساعة فهي 46.4 ب53.6 وبالسماكة 9.7 ميلي متر بالنسبة للوزن الكلي اجاب 62 جرام تقريبا او اللي هي خفيفة يعني تعد جدا حصلت على ترخيص IP67 ضد الماء طبعا هي تعتبر وضد الاتريبي بس لمدة 30 دقيقة اذا انزلت فيها تحت الماء بعمق متر واحد فقط مش اكتر منه فيها مستشعر طبعا لدقات القلب وعداد الخطوات والبوصلة الرقمية والجيرسكوب تقنية البلوتوث فيها بتيجي برقمه بالفرجن رقمها 4 طبعا بتيجي بتشتغيل معظم الوقات مع الاندرويد وير او يعني هي فعليا مصممة للاندرويد وير فاذا كان عندك جهاز عليه اندرويد اعتقد هاي الساعة رح تكون مية بالمية متناسخة معه ورح تأخذ فيها كل الميزات اللي بتيجي مع الساعة بالاضافة طبعا لجمال الساعة والاشي اللي يعني الهم الكتير وجعلهم يعتبروها من افضل الساعات الموجودة في الماركد خلينا نفتح الساعة ونشوف كيف رح تكون من الداخل عملية فتح الصندوق دلعها في عندنا الكتيب الخاص بهذه الساعة خلي على جنب هاتخذ فيه التفاصيل عملية ربط الساعة بالجهاز ومواصفات الساعة في عندنا الساعة طبعا بشكل خاص بيجي عندنا الكستك او اطارها من الجلد الخالص جنيون لذر زي ما هم واضح هون الجي بيجي مكتوب عليها هون وهذا كتاب للشاحن طبعا بتيجي مغطية بلاستيك حوالين الساعة مش رح اشيله بالوقت الحالي رح اخلي عمل ما اقوم بفتح الساعة من الداخل بس اللي هون هون بيجي عندنا عملية هي قياس النبط وهون للشحن الرقم التسلسلي بالمعلومات بالنسبة لهذه الكابسي اللي بتيجي قريبة من الساعات العادية وشكلها هي فعليا بالدور مصممة بالشكل هذا بحيث انه تكون اقرب شكلا لساعات الهققية والتصميم الخارجي كواجهة جميلة جدا طبعا اذا بتكبس على هذه الساعة بتقوم بعملية الفتح خليها على جنب خلنا نشوف شو اجمعها ايضا هذا الشاحن منتاز بيجي ثنائي اعتقد في بيجي معه كمان ثلاثي بس خارجيا هذه قاعدة الشحن سوف نفتح نشوفها هاتقد بتيجي مغناطسية حيث مجرد ما تحطها لحالها تلطقت الساعة هنتنشوف تقريبا بهذا الشكل يعني فيها مغناطس انه عساس تكون عملية التركيب بشكل كامل سهلي خلنا نتعشون هون منتشوف هون هذه اللي هو اليو اس بي اللي بيرتبط مع الشاحن وفينا كمان مينيو خاص بهذه مينيو اخر خلنا نحطهمه على جنب ونحطين احنا المينيو الاول ايوة خلنا نكون بعملية فتح الساعة ونشوف كيف راح يكون بداية المشهد تصميم جميل تعمل عملية لودينج الان بداية اول مرة اندرويد وير انا بختار اللغة الانجليسية وير انيو فور هلا بيبلش عملية بيملش عملية انه انت تعرفها على الموبايل تبعي ان شاء الله بتم هاي الموضوع بعمله بفيديو اخر وبدن اضافه للتفاصيل والواجهات بعد هذه الساعة عساس نتعرف عليها بشكل اكثر شكرا لوقتكم اتمنى منكم انكم تقوموا بعملية السبسكرايب عندي بالشانل لايك على الفيديو وشير اذا بتحبوه شكرا لوقتكم باي باي